اولا من حي كل يلي عم بيسمعونا ونتمنى للمسلمين بلبنان وبالعالم بداية شهر رمضاني كريم بيتم عليهم بالخير وبينتهي حامل للبنان السلام والاستقرار مع الامل بالحد من وباء الكورونا والشفاء للمصابين والصحة للجميع تانيا اليوم هو 26 نيسان 2020 ذكرى خروج القوات السورية من لبنان من 15 سنة نتذكر هالنهار طبعا بفرح كبير كأنجاز سيادة واستقلالة لكل اللبنانيين ولكن أكتر نتذكره لأنه كان حلم أنه يصير لبل كان معجزة وصارت نذكره اليوم ليكون قمسولة لكل المشككين والميقسين يلي حاولوا تيقسنا بوقتها من حلم التحرير واليوم عم بيحاولوا يقسوا اللبنانيين من إصلاح الوضع المالي ومنشوفهم عم بيطبلوا فرح لمجرد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازة تجارة بالبلوك لعم أربع بالرغم من أنه صار فيه اكتشاف للغاز فيه ودرجة واحد تساقف تعمل أربع سنين للبنان غاز ولكن مش تجاري وما بيبرر استخراجه من الشركة المستثمرة وبالرغم من أنه المعدل العالمي للنجاح عادة بهيك حالات واحد على ثلاثة وأقل من ثلاثين بالمية وبحالات كتير بيكون واحد على أحد عشر اللي بلبنان رفعناه أكتر بسبب دراسات المعمة اللي نعملت وهالتطبيل فرح كمان هو بالرغم من وجود عدة نقاط تانية لا استكشافها ببلوك أربعة وبالرغم من وجود عشر بلوكات بلبنان مش بس بلوك واحد ولكن للأسف بيعتبروا بما أنه التيار الوطن الحر هو وراء الإنجاز بدخول لبنان للعالم النفطي بيعتبروا أنه هيك هي بتكون خسارة للتيار وبينسوا أنها خسارة للبنان إذا وقعت والربح لكل لبنان إذا حصل تماما مثل الكهرباء والأربعة وعشرين على أربعة وعشرين إذا حصلت وتماما مثل الصدود يلي بيتمنوا انهياره كأنه معمل دار إعمار هو البيت بيه وسد بسري هو البيت جده وكأنه محاربة الفساد هي باسم أمة متناسين إنه النفط والكهرباء والماء والمال العام هن لكل اللبنانيين هايدي هي العقلية السياسية المريضة يلي ما اكتفت بس بتعطيل المشاريع المجدية للبلد بل أكتر من هيك نهبته من التسعينات ووضعت سياسات نقدية مالية اقتصادية أفقرت الدولة والناس وبعدها مصر عليها لليوم ترفض تغييرها وتغيير رجالاتها وركبت نهج سياسة فاسد ومنظومة كاملة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت إيدها على المفاصل المالية والاقتصادية بالدولة وبترفض أنها تشيلها وبتهجم بشراسة بشراسة لحد الاختيال السياسة وحتى الجسدة على كل من عم بيحاول يشيل هالإيد وما هي الهجمة الشرسة المتوحشة علينا سياسيا وإعلاميا إلا نتيجة هالشي هيدا يطير البلد ولكن تبقى المنظومة المنظومة أهم من البلد لأنها عم تنهشه وتاكله والشراسة المتجددة يلي عم نشوفها مؤخرا على الحكومة وعلى العهد ما هي إلا بسبب استشعار هالمنظومة عن جديد أنه في شيء عم بيتغير والتغيير عندهم ممنوع لا تغيير السياسات ولا تغيير الأشخاص الهلأ نوجد مجموعة توزره بمعظمهم بمعظمهم أوادم وأخصائيين إجوا بضغط من الناس والشارع وكل ذنبهم واحد أنه بدهم يشتغلوا وعم يشتغلوا واثنين أنه بدهم يصلحوا ونتيجة الإنهياري اللي حصل كان عليهم أنه يدرسوا الواقع المالي لا يبلشوا بإصلاحه على أسس علمية أولا أنك تكشف حجم الخلل والثقب الفخط يعني المالي الكبير الموجود والمخبة لا يبدأ الإصلاح على قاعدة واضحة لا ينسد هالثقب الأسود يلي هو بيصير نفق تنال أسود ما بينتهي إذا ما نسد ولسده بلشت الاستعانة من قبلهم بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسسات الدولية فإذا بأمر المنظومة هالمنظومة هيده بلش أمره ينكشف للخارج مش بس للداخل الداخل أصلا معروف منه ونحن أصلا نبهنا منه ما ننسى بدي أذكر بمؤتمر الوزير بطيش بين يسان لألفان وتسعة عشر يلي قامت لقيامي عليه لما كشف بعض الأرقام وقبله الوزير رأي أدخوري كمان بقل بمجلس الوزراء بالحكومة السابقة ولسد هيده الثقب الأسود المالي الكبير بلشت الحكومة تبحث شي طبيعي عن مصادر المال فوجهتها هالمنظومة بالحديث عن باعة دولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية للنهب من بعد ما نهبوا سابقا من الهندسات المالية ولما شايفوا أنه الهندسات العقارية مش ماشية بلشوا التهديد والوعيد بالحرب الأهلية بالحرب الأهلية إذا استمر الحديث عن المس بأموالهم المنهوبة والموهوبة والمحولة وسموا هيده الشيء المس بالأموال أو فكرة المس بالأموال انقلاب عليهم وعن النظام وعن الطائف وعن الدولة فإذا اليوم نحن قدام حقيقة ساطعة هي أنه في خسارة كبيرة هلأ ما لح أدخل بأرقامها لأنها صارت معروفة هذا إذا ما كان فيه من إضافات ومفاجأات أخرى مخباية بعد ما عرفنا فيها ولكن لتسكير هالخسارة الكبيرة لازم يكون فيه توزيع عادل لهالخسائر هيده وتتوزع ويتحملوها الناس على الشكل التالي لخمس فئات أولا وقبل كل شي الفاسدين السرئين تانيا المستفيدين الجشعين تالتا المصارف أصحابها والمساهمين فيها رابعا المصرف المركزي وخامسا الدولة بسياساتها وبرجالاتها بس مش بأصولها وبأملكها قاعدة التوزيع برأينا لازم تستند لثلاث معايير المسئولية الاستفادة والحجم بمعنى أنه ينطال أول شي كل من ارتكب ويتحمل مسئولية أخطاءه بالمساس بأموال منهوبة وتانيا يلي استفاد وجنى أرباح كبيرة ولو مشروعة من أموال موهوبة أو مهربة ومن سياسات استدانة وفوايد عالية من دون ما ينمس بحقوقه ولا بأصل أمواله وثالثاً أنه تكون هالخسارة متناسبة مع حجم الأموال ووضع سقوف لألم وهيدا مفهوم عالمي متعارفة عليه نشوفه ونسمعه بالضريبة التعصاعدية أو بالضريبة على السروات مع التأكيد هون على تحييد كامل لكل أصحاب الوضائع الصغرى والمتوسطة ويلي ظهر أو بيظهر أنه هني وضعوا فيها جنى عمرون وتعبون ومن دون ما ندخل بأرقام التوزيع والتفاصيل الرقمية يلي لازم تكون موجودة بخطة الحكومة لازم تضعها هي خلوني أتكلم بالخطوط العريضة عن هالفئات الخمسة أول شي مثل ما قلنا الفيسدين السيرئين وتما يبقى الحكي عن استعادة الأموال المنهوبة شعار خلينا نروح على الشق العملينة ونحشر الكل ونفرز الأوادم من الفيسدين ونطلع من شعار كلهم يعني كلهم فيسدين لنروح لشعار أو لعنوان تطبيقه كلهم يعني كلهم تحت المسائلة يكونوا تحت هيدا المسائلة وهون في اتجاهين واحد من السلطة التنفيذية بتطبيق لقوانين الموجودة وواحد تانية تشريعي من مجلس النواب بإقرار ونين جديدة بالشق التنفيذي الحكومة أكرت بارحة بجلستها الأخيرة مشروع مقدم من وزيرة العدل عن ثمانة إجراءات تطبيقية للقوانين السيرية لمسح ضريبة ومالة وعقارة وغيره لكل المتعطين بالعمل العام وهذا نحنا ما قلنا دخل فيه كنواب إلا من باب الرقابة إن شاء الله تتوفق فيه الحكومة ويعطي نتائج ونحنا بانتظار هالنتائج ولكن بالشقة التشريعي وهون نحنا معنيين كنواب في عدة أوانين مقدمة وأقر أحدها بالجلسة الأخيرة يلي متعلق بهيئة مكافحة الفساد هيدا تم بتعاون الجميع وهيدا شي ممتاز وإشاء الله بيكفه نحنا كتيار وطن حر وكتكتل لبنان القوام قدمين رزمي من خمسة قوانين لمكافحة الفساد واحد إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من سنة 2013 وأربع غيرهم من أكتر من سنة وتباع عن أجو هن اتنين رفع السرية المصرفية ثلاثة رفع الحصانة أربعة استعادة الأموال المنهوبة وخمسة كشف الحسابات والأملاك وعم نمارس ضغط لأكرارهم دون نتيجة فعلية لحد هلأ لبل بالعكس عم نتعرض لمزايدات بخصوصهم بدي أعطي مثل على هيدا الشي نحنا مقدمين قانون عن رفع الحصانة عن كل القائمين بالخدمة العامة يعني بيشمل الكل من أكتر من سنة بـ 19 قدار 2019 قدمني وقته كقانون مكرر معجل وتمت إي حالته مع بقية القوانين للجنة نميابية مزغرة وقدم كمانا مؤخرا من حوالي شهر النايب ميشيل معوض بالتنسيق والعمل معنا كونه أحد أعضاء التكتل بقانون بيتعلق تحديدا بحصانة الوزراء والرؤساء وبيعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب غير أنه فيه نيبين كريمين قدموا بآخر جلسة اقتراح قانون معجل بخصوص رفع الحصان ونتيجة النقاش اللي صارت بالمجلس النيابي وخاصة بالنسبة للتعديل الدستوري أو لا بحاجة أو لا سقطت عنه صفة العجلة وتمت إي حالته للجنة المصغرة مع وعد من هاللجنة بالمجلس النيابي بإنهاء هالقانون مع غيره من المقاونين المماثلة وغيرها خلال الأسبوع الجاية لرفعه للهيئة العامة لأقراره بأول جلسة العلم بتحت القصة على هالأساس وبعدنا من بعد ما خلصت الجلسة اكتشفنا أنه وقعنا بمزيدات إعلامية وباتهامات حتى لقلنا بإسقاطه إسقاط صفة العجلة تخيلوا أنه نحنا بدنا نريد إسقاط لقوانين يلي نحنا مقدمينا وعن نقاتل لأكراره طيب عظيم هيد الأوانين اللي عم بحكي عنا اللي نحنا مقدمينا وغيره الخمسة كلها مفيدة وجيدة جدا ولازم تمرأ ولازم تنقر ولكن خلينا نكون صارحين ولو أحرجنا الجميع فيه أنون واحد هو سريع وفعال وبيعرب تغرب يفصل يعرب الفاسدين من الأوادة هو أنون كشف الحسابات والأملك تعال لنقره وهون نحنا بنرفع التحدي قدام الكل هذا الأنون بسيط كتير بيقوم ببساطة على فكرة هين هاي الطلب لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبناني اللي موجودة أساسا موجودة بالمصرف المركزي بيكشف حسابات وأملك كل قائم بخدمة عامة من وقت دخل على هالخدمة هاي دي إلى وقت خروجه منها أو إلى الآن إذا بعده بعده فيها هايك بسرعة كبيرة بيصير فيه تعريب الرؤسة والوزر والنواب والموظفين قضاء عسكريين فئة أولة التانية التالتة رابعة كلهم بينقسموا وبتعربوا لفئتين واحدة هي يلي ما ظهر فرق بأموالهم وبأملكهم خلال فترة توليهم المسؤولية وهولي مبدئيا هن بريئين من دون ما ينعفوا من أي ملاحقة أخرى إذا ظهر عليهم أي أمر بالكوانين الأخرى الموجودة أول بدت تنقر وفئة تانية هي يلي ظهر أنه فيه فرقات كبيرة بأملكة وبأموالها من وقت استلامت عملها أو مسؤوليتها بالخدمة العامة وهول بيروحوا للتحقيق أمام الهيئة إذا بيثبتوا أنه مصادر أموالهم من غير الدولة كمانا بنحطوا على حدة مثل الفئة الأولى وإذا ما ثبتوا هالشي يعني أملاكهم وأموالهم المتزايدة هي من وراء تعطيهم بالخدمة العامة والمال العام وهذا ما بدأ الشيء العملية سهل كتير وبكبسة زر مثل ما بنقول ساعتها هودة بيلحاله إلى محكمة خاصة لمحكمتهم ولاستعادة هالأموال هيدو وهالمحكمة كمانا بدأ الشيء بتكون مقلفة بإقتراحنا من رئيس هو رئيس مجلس الأعلى القضاء رئيس ديوان المحاسبة مدعي عام ديوان المحاسبة ورئيس مجلس شورة الدولة ومدعي عام التمييز هيدا الأنون إذا أقر بيقد مثل ما قالت سريعا إلى فصل الأوادم عن غيره ولأن أنا بعرف تماما صعوبة إقرار هيدا الأنون لأنه بده يفضح فعلا الفيسدين ولحين عمل المستحيل لعدم إقراره لأنه هيك أنا بدعي جميع القائمين بخدمة عامة بالدولة ليقوموا بهيدا الأمر من تلقاء نفسهم من دون قانون هن يطلبوا هيدا الشي ويبادروا لأله ما حدا بيحقل له يتحجج بعدم قدرته على الكيام بهيدا الشي أنا عبقوله لأنه أنا قمت فيه من تلقاء نفسي وبالرغم من وجود صعوبات بيوجه وبيرفض أولي بهيدا الموضوع أنا كشفت ونشرت حساباتي على الأعلام بقيلول للألفان وسبعة عشر وبعدين كشفت كل أملكة كمان على الأعلام فإذا أنا هون بتحدى أنه يثبت أي حدا أي أملك أو أي أموال لخارج هيدا الشي اللي انعلن إن كان بالداخل اللبناني أو بالخارج اللبناني وهيك عم بعطي المثل عن حالي لأقول أنه هيدا شي ممكن يقوم فيه كل آدمة بهيدا البلد خلي كل آدمة بلبنان يظهر آدميته ويتجرأ ويفضح كل مين ما بده يمشي بهيدا القانون أو بهيدا القرار ويمشي بهالقلية من تلقاء نفسه أو يمشي بإكرار القانون بالمجلس النياب وهيدا فعلا هيدا شي إجراء سريع لحيفرج بسرعة عدد الناس المتورطين وحجم الأموال اللي معن وأملاكن وننتهي من مهزلة التكاذب اللي حاصبة هيدا الموضوع هيدا تحدي برفعه قدام الجميع وبتستاهل القصة إنه نخلص البلد والنطف ومن الفاسدين بكشف حساباتنا وأملاكنا للرأي العام بكل الشفافية متل ما أنا عملت ويلي ما بيجرؤ بهيك وضع عم يمرأ فيه البلد صعب فهو بيكون مشبوه إلى أن يتطوع بذلك تلقائيا أو يقر هيدا القانون الموجود بالمجلس النيابي تاني فئة هن المستفيدين الجشعين أو يلي جنوا سروات ضخمة بالاستفادة من سياسة المصر في المركز النقدية وهون أنا عم بيحكي عن ثلاث فئات سريعا أول شي أصحاب الودايا الكبيرة وهن يلي عملوا أرباح كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوايد عالية وهو دي الحكومة بخططها هي بتقرر شو بدها تعمل بها الخصوص مع العلم أنه الأفكار كتيرة لعدم المس بأموالهم وبحقوقهم أو بأصل أموالهم مثل مثلا تجميد أموالهم أو أرباحهم لفترة طويلة بفوايد مخفضة كتير أو ادخالهم بحصص بالمصارف أو ادخالهم بأسهم بشركات مستثمرة بخدمات وأصول الدولة الاثنين المستفيدين من الهندسات المالية وهيدي كمان أموال ضخمة بذكر منها بس العملية يلي صارت سنة الـ 2016 ووقتها يقال أنه أربحتهم 6.1 مليار دولار بدربة واحدة وهيدي أرقام أصلا موجودة بالبنك المركزي وبالجنة الرقابة وهول كمانا نتركهم لخطة الحكومة شو بدا تعمل بهالخصوص أو لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة ثلاثة وهول أسهل هن المستفيدين من تحويل الأموال للخارج وخاصة بعد 17 تشرين لحد يومنا هيدا أنا ما لح أكرر الحكي عن الأرقام اللي حكيت عنها سابعا إنما نحن قدمنا الأخبار بواسطة النيب زياد أسود إلى القضاء الأسبوع الماضي واكتشفنا جاوز لحكتشف عنهم أو إعادة أموالهم أو إدارية أو إدارية أو قضائية أو عسكرية لإعادة جميع الأموال المحولة بناء اللي طلب منهم إلى الخارج وإذا كانت بتفوق نحن محترحين لـ 50 ألف دولار لأنه في عمليات يمكن أصغر تجارية أو لحوالات طارقة تحت طائلة بطلان عمليات التحويل هيدا والملاحقة الجزائية وخلينا نشوف هون كمان مين بدوا يعارض تمرير هالقانون بالمجلس النيابي من بعد ما نحن كنا طرحنا مراراً هالموضوع وبالمجلس كمان ولكن هالمرة على شكل تقتراح قانون تالت فئة باللي بدون يتحملوا برأينا الخسائر وتم توزيعها بشكل عادل هن المصارف المساهمين فيها طبعاً انه عليهم يتحملوا جزء من الاخسارة لأنه هن طوعاً اختاروا سياسة اقراض الدولة مع فوائد عالية اي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجزة الدولة عن السادات هون في عدة طرق لأيامهم بهذا الشيء كمان هيدا متروك لخطية الحكومة ولكن على المصارف الاقلاع عن سياسة النكران كأنه ما في شي حصل ويعرفوا انه لازم يصير في تغيير بالنمط السابق ولكن بنفس الوقت انا بحذر هون من اي نية لتدمير الكطاع المصرفي او لوضع اليد عليه باي خلفيات سياسية فهيدا الشيء نحنا ما لح نرضى فيه وما لح نسمع فيه ولح ندافع عن بقاء كطاع مصرفي حر وركيزة اساسية للاقتصاد اللبناني ولتحريك دورته باكراد اصحاب الانتاج خاصة صحيح انه نحنا مع اعادة هيكلة الكطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكن نحنا ضد فرض اي سياسات استنسبية على المصارف بغي تطويعة او اخضاعة بل نحنا معتركها تتدبر امورها بنفسها من ضمن معايير تضع الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهدة الكطاع والاقتصاد اربعة الجهة الرابعة هي المصرف المركزي وطبعا انه المصرف المركزي لازم يتحمل مسئولية كبيرة بالخسائر الواقع عليه وبعدم شففية ارقامه وبطمأنطه المتمادية للشعب اللبناني مع ادراكه لفظاعة الامور وخطورته وبعدم تقاونه مع السلطة الدانفيزية ولستفراده بسياسات انتقائية بالاقتصاد وبالاقراض وبالدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة بل بوضعه بنفسه ولنفسه سياسات خاصة فيه متعلقة هي اساسا بسياسة الدولة والاقتصاد هيدا كله باعتقد معروف صار ولكن من غير المعقول كمان القول ان المصرف المركز هو وحده المسؤول لبل المجلس النيابي والحكومة هن كمان مسؤولين عن تركه بالتماد بهالاخطاء من دون التصحيح اللازم من جانبه لانه كما معروف كان فيه ممانعة سياسية لهالشي ولكن اذا الحكومة هلأ قامت بتحمل مسؤوليتها فهيدا ما بيعني ان هي عم تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركز لانه هي المسؤولة اليوم عن تحديد السياسات الكبرى وعلى المصرف المركز الانسجام والتعاون مع هالسياسات لتفايد الاعظم واي محاولة لتجنب هالتعاون وهالالتزام المنصوص عنه مثل ما هنه بقانون النقد والتسليف واي يرفض لهالشي تحت مسميات انقلبية او طائفية انما هو اخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هالأساس وهون قبل ما ادخل على الشق الخامس يلي هو الدولة بدي اقول انه لكل ازمة منفعة وفرصة ويمكن احدى اهم الفرص الكتير لهالأزمة هي اسقاط المحميات الطائفية عن المرتكبين صحيح انه الفساد ما له طائفة ولكن الواقع انه الفسادين محميين بيطواقفهم وحذار انه تفوت المرجعيات الدينية العليا مسيحية واسلامية انه تفوت على اللبنانيين فرصت هالرفع الحمايات هايدي وتسعى هي الى تأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين وبهالوقت بالذات يلي هي هالمرجعيات وبرجع بقول عليا واسلامية ومسيحية هي يلي عم بتطالب بالاستماع الى صوت الشعب وكلنا بنعرف انه الشعب بيرفض هالحمايات الطائفية على الفاسدين والمرتكبين خامس جهة هي الدولة الدولة بقضية تحمل الخسائر هي المسؤولة اولا واخيرا على الوضع يلي وصلنا عليه وما بيحق الا اتهام للمصارف ولا المصرف المركزي او المستفيدين الجشعين تتهم وتنقى بنفسها وكأنه ما الى دخل فهي اللي سمحت بهالسياسات الفاسدة ولكن الدولة وهون الفرق الكبير مسؤولة برجالاتها بسياساتها وبالاشخاص يلي استمر مول مسؤوليات فيها ومش بأملاكة مسؤولة مش بأملاكة يلي بترجع للناس ومش لرجالاتها أملاكة هي لالناس مش لرجالات الدولة فأصاص الدولة او حصتها من الاخسارة لازم تكون برجالاتها ومش بفقدانها الدولة لأملاكة ولأصولها وبالتالي إذا أملاكة وأصولها يلي تحملوا بيقع على الأصاص مجدداً على الناس وبتم إعفاء الفاسدين لبل مكفقتهم بيضع يدهم هالمرة مش بس على أموال الدولة والناس بل على أملاك الدولة والناس وهي دا جرم مضاعف وما لح نسمح به نحن من فترة طويلة قدمنا ورقة بتسعتاش لا بأيلول لالالفين وتسعة قدمنا ورقة وكررناها مؤخراً وطرحنا أنه تؤسس شركة قابدة أو صندوق اقتماني سيادة بدون ما نفوض بالتفاصيل والتقنية هلا بيدخل فيه بالأسهم المصارف الموضعين الكبار كوسيلة للحفاظ على أي حقوق لألون مع إمكانية تحقيق أرباح بسيطة كمانا لألون وبيدخل فيه المستثمرين الراغبين مع أعطاء الأولوية للمنتشرين اللبنانيين بالخارج على أنه يمتلك هالصندوق أصول وأملاك عائدة للدولة وقابلة للتصرف فيها يعني لأستثماره وإنشاء أملاك إضافية مثل الردم البحر وهيدا كتير بيساعد على تجميل الشط وعلى زيادة أملاك الدولة وعائداتها واستثمار هالأصول هيدا دون خسارة الدولة الحق السيادة عليها ولا خسارتها الأكترية اللازمة لحفظها الحق هالاستثمار هيدا بيأمن ثلاث إشياء واحد المداخيل والسيولة اللازمة للدولة اتنين الخدمة جيدة للمواطنين المفقودة مثل السلولير يعني تصير مش مثل الكهرباء أو الماء وثلاثة العدالة والمساواة بين المناطق والناس على أنه ما تتم أي عملية تسيل أو مشاركة مؤقتة بين القطاع العام والخاص إلا بما يتلقى مع مصلحة الدولة والأسعار الرائجة المؤاتية للدولة يعني بالأسعار الرائجة عالمياً بهذا الشكل الدولة بتكون عم بتساهم بالخسارة وعم بتحافظ بنفس الوقت على حقوق الناس وعم بتوفر فرص الاستثمار وعم بتعود على الناس خسارتهم وعم تحمل جزء من الاخسارة إلى فترة معينة ولكن بتعودها بالاستثمارات يلي بدأت أحصل أخيراً بدي أقول أنه يلي قدمته أنا هو تحديد للخسائر وتوزيعه وكأنه تشخيص للمرض وكل إليش نحن بنعرف أنه بيبلش بالتشخيص أي تحديد المسببات المرضية والمسببين حق الشعب المتقلم أنه نصارحه وهي دي الحقيقة أرقامها ما قربتها لأنه مش اليوم نحن المسؤولين بعرضها الحكومة عليها تقارب هالشي ولكن علينا مصرحة الناس وواجبنا أن نلاقي الحلول ونحن هالحلول أوجدناها وطرحناها بالحكومات السابقة وحربنا لإدخالها بالموازنات وبتصحيح السياسات وكنا متل ما كانت الناس تتابع نواجه بالرفض دايماً وكان ما معنى الأكترية اللازمة هالحقيقة هيدا مش تبرير هيدا حقيقة وهيدا واقع نظامنا سياسي ولكن هالشي هالنظام وهالواقع السياسي ما منعنا ولا يوم من أننا نقدم الحلول وحتى نحن وخارج الحكومة لازلنا على هالنهج هيدا نقدم أفكارنا ونحن أول ورقة رفعناها بـ 19 2 2020 يعني بشباط الماضي وطورناها مؤخرا وعندنا طرح كامل متكامل مستعدين للتحدث عنه لما بيلزم ولكن كمان نرجع منقول الحكومة هي المسؤولة نحن مستعدين لأي مساعدة منا إذا طلبت وجاهزين كمان لأي انتقاد إذا لزم هالأمر ولكن نحن عم نحكي عن خطة كاملة وليه أول شي أول شي بدي أقول ثلاث أمور بنطالب الحكومة بالإسرع بهالخطة وأنه ما يتعدى الأمر مثل ما هي وعدت هيدا الأسبوع وتتوجه من بعدها للمؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد لمفاوضته قبل ما ما يعود في قلنا دور بسبب تحشية الكورونا العالمية على صندوق النقد نفاوضه من بعد ما نكون عنا الخطة وعرفين شو بدنا مش شو هو بده لنحصل على الشروط يلي بتنسبنا وبنفس الوقت اللي بتعيدنا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والناف على قلنا اتنين منطالب بوجود اعتماد سياسة إنقاذية متكاملة وهي يلي نحن طرحينا كمان بأفكارنا وبخطتنا فيها النقد فيها المالي فيها الاقتصادي فيها الاجتماعي وفيها مؤدرات الدولة وطاقاتها وسربتها ما لح ادخل بالتفاصيل كمان هون إذا لازم منخصص شي خاص لها الأفكار ولها الخطة هايدي ولكن بدي أقول إنه لازم يكون فيه بهالخطة الكابيتل كونترول يلي هو واجب لوقف التسرب المالي اللي بعده حاصل لحد اليوم يلي عم يستنزف احتياطنا المالي وفيها حماية لكل المدعين وخاصة الصغار والمتوسطين وفيها إعادة هيكلة الدين وتخفيض كلفته وفيها تصغير العجز بالموازنة وصولها لتصفيره من خلال وقف الهدر وضبط المدخيل وقفال المؤسسات غير المنتجة والتضخم الحاصل بالقطاع العام وحل مشكلة الكهرباء وكله وارد بالتفصيل وفيها تحويل الاقتصاد إلى منتج من خلال مشاريع محددة بالزراعة والصناعة والسياحة وباقتصاد المعرفة وبالخدمات يلي بتأدي إلى تخفيض العجز التجاري وفيها شبكات الحماية الاجتماعية وتأمين رزم مساعدات للفؤرة وخلق برامج المساعدة الاقتصادية مثل الـ 1200 مليار يلي سقطت بالمجلس النيابة بفقدين النصاب وإن شاء الله ترجع تنقر قريبا وفيها تشركة لمؤسسات الدولة وإشراكة مع الكتاع الخاص لتصير أكتر إنتاج وفعالية وتقدم خدمة سوية لكل اللبنانية وأخيرا من طالب الحكومة أن تقدم وأن لا تتراجع فما يعاني الوطن والشعب إنما يعاني كل الوطن وكل الشعب بكل فئاته ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفئر بل هيده هي حجة جواهية للهجمة على الحكومة لأنه بلشت بالتشخيص وبالإجراءات فاجتمع عليها المتضررين من المسائلة نحن عم نعيني واقع مؤلم وعلينا أن نقاتل من دون مهيدنة لإخراج شعبنا منه من دون حساب بل بمحاربة للأسف من يعيق عملية الإنقاذ هيده نحن التيار بنشتغل لحساب شعبنا ومش لشعبيتنا ونحن ادفعنا تمن هيده الشي ومستعدين أن ندفع أكتر شرط الخلاص والخلاص ممكن هو قاتل ما حكيت عن هيد الورقة وعن هيد الأفكار إلا لأنه باعتمادها الخلاص قاتل لا محالة أن اعتمدت هالخطة والهلاك حتمة أن منعوا تنفيذ أي خطة متكاملة وعلى اللبنانيين الاختيار بين الخلاص والهلاك وشكرا ترجمة نانسي قنقر